متفائل بالجهاز الفني بقية كابتر حساب حسن لمنتخب مصر انا في كذا برنامج اتأخرت قوي اتأخرت اتأخرت لان انت جبت كم مدربين اجانب بعملة صعبة بصطف كبير جدا جدا والمرضود نفسه كان قليل جدا وكان ضعيف جدا لكن انت عايز تمشي في السلسلة بتاعت المدرب الوطني مفيش مدرب على فكرة مفيش مدرب وطني حاليا يستحق ان هو يمسك منتخب مصر الا حسام حسن انا افتكرت انه بحسام حسن لا اما انا اوصل الا حسام حسن ليه بقى ليه لان انت لما بتجي تخط بتخط سمات بتخط مواصفات بتخط تاريخ كبير جدا وبعدين هنسكر الجزء السل انت بتتكلم على كابتن جهري بتتكلم على كابتن حسن شحاته مين اللي شبه هم من اتنين هتلاقي الامتداد اليوم هتلاقي حسام حسن مفيش شخصية تانية حتيجي طب ايه الجانب الجزء طب حسام ايه حسام على مسافة واحدة مع كل اللعيبة صح لابد ان حسام يعمل دي هم حسام لازم حسام هتشتغل كتير او بعيد عن نواحي الفنية هم هتشتغل حاجات كتير اقوي لان فيه اختلاف دلوقت اللعيبة بتاعته اليومين دول الفكر والمنتاليتي والعقلية نفسها بقت مختلفة عن الجيل بتاعنا هم فلابد ان انت هتروح توصل للدماغ دي توصل للدماغ بتاعت اللعيبة السنة الاتين وعشرين والا اربعة وعشرين والستة وعشرين والسبعة وعشرين وانا في الخمسينات فازاي اقدر اتعامل مع النوعية دي والثقافة دي والعقلية دي وبعلى مسافة واحدة كمان من اللعيبة من اللعيبة كلها في نفس الوقت ايه المشكلة مع مع محمد صلاح ولا مع اللعيبة كله لا ما فيش مشاكل خالص على فكرة المشكلة مش هبدأ انا بحسام لكن هبدأ بمحمد صلاح صلاح ما عندوش اي مشكلة في اي اي تعامل مع اي مدرب سواء وطني او سواء اجنبي صلاح لعيب محترف فبيتعامل باحتراف مع اي مدرب موجود بينفس تعليمات بيشتغل على هزا الاساس فيش كلام من ده خالص حسام بس يبعد شوية عن الجانب اللي انت عارف يا كريم واللي كلنا عارفينه عصبية ايس زي ده شوية اللي ايه العصبية العصبية لا موضوع النائل ان ديه هو عارب يا حسام حسام هتلاقي كل الدنيا بتتكلم على الجزء ده يا حسام انت انت تاريخة كبير وانا من المؤيدين ان انت تبقى مدير فني وتاخد الفرصة وتاخد الفرصة كابلة لكن في نفس الوقت انت الجانب ده حيقابلك حاجات كتير قوي لان انا عارف ان انت الناس دي هو وابراهيم من وهم بيلعبوا من وهم بيلعبوا وبعدين انت بتتعصب يعني فيها عصبية زي ده وانت بتضرب نادي عشان ضغط الجمهور بتاعتنا يا العيب رابع عليك دلوقتي ماشاء الله الشعب المصري كله ضغط الجمهور مصري كله ضغط عليك ما هو ده ما هو ده نجح فيها لو حصاب نجح فيها الدين هاتبشي واسا ان شاء الله باذن الله كابتن عصام كالعادة بتشرف وبتنور ودايما الحوار معك مش المفتوض حبيب استمتعت معاك دايما يا كريم حبيب ودايما متقلق عزيز شكرا كابتن عصام هلسه بكمانين مع حضراتكم بعض الفاصل الزميل عزيز محمد خليفة خليكم معنا